اشتركوا في القناة على مداعش سيرفع في فرنسا وبريطانيا ستشهد سوريا معارك عسكرية جديدة وهي إيجابية للشعب السوري رؤساء دول عربية وأجنبية في سوريا وسنرى الرئيس الروسي بوتين ورئيس الأمريكي أوباما في سوريا الأسد في إيران وتغيير يطال بعض الأوراق الثبوتية وجوازات السفر فيديو لأحد الوزراء سينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره يعتدي على زوجته سيتم الاتفاق والتوافق على ملف الرئاسة قبل انتهاء هذا العام وسيكون لنا رئيس قبل نهاية العام فرع المعلومات سيسجل أكبر الإنجازات الأمنية في المرحلة المقبلة سيتم الاتفاق على إزالة النفايات من الشوارع قبل انتهاء العام فساد يطال دولة البرازيل الأزمة الروسية التركية لن تتصاعد بل ستشهد انفراجات الحسم العسكري عنوان المرحلة في العراق وقوات أمريكية من جديد في العراق والموصل ستكون محطة الأنظار انسحاب بعض التنظيمات من سوريا بشكل مفاجئ المعاناة السورية ستبدأ بالانسحار والأسد يزول إيران ودولة أخرى لا يتوقعه أحد فساد يطال دولة البرازيل كسوف مفاجئ يؤدي إلى حالة من القلق في بعض الدول لانسحابا روسيا من سوريا في المدى المنظور ظهور مرض خبيث في الصين التي ستشهد أعمال شغب الأنظار ستتجه إلى بابا الفاتيكان بسبب حدث مهم انفجار أمام سفارة إسرائيلية في الخارج والجهة ستكون جديدة الملك الأردني يقوم بحملة من التغييرات اشتعال الجبات في ريف حماة من ريف حماة إلى ريف حلب ومن الرقة إلى الزبداني القوات الروسية ستشارك في عمليات عسكرية برية مصالحات بين المعارضة والجيش السوري والتحدي ضد الإرهاب عودة النازحين إلى سوريا وزير سوري سابق سيلمع نجمة 35 ألف جندي من القوات الدولية سينتشرون في سوريا في مرحلة لاحقة حصول انفجارات وبلبلات في لبنان مصالحات ستجمع مختلف الأطياف اللبنانية سوف نشهد قوة عسكرية فرنسية في المياه الإقليمية اللبنانية بسبب توطورات وحدث بارز ستشهد بعض مناطق بيروت والمتن والجبل توترا كبيرا من جراء حدث ما وحشود في الشوارع تستنكر الحدث وتكون في حالة غضب واستنفار مقدمة برامج لبنانية بارزة ستكون هي حدث الناس والإعلام بسبب حدث مؤسف جهاز الدفاع الأمني سيعود محطة الأنظار وحديث الناس خلال الفترة القادمة وفي عدة مناطق لبنانية من جرائي حدث بارز ومؤسف سنرى حصول زحمة سير خانقة على طريق حريصة وأنظر الناس إلى السماء والهواتف الخلوية تصور المشهد وتتنقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أرى لبنان بعد كل هذه المعاناة التي يعيشها اليوم أنه سيكون بانتظار مواسم الاستقرار والاقتصادي والسياسي والأمني وسيشهد مواسم عمل وازدهار تذكرنا بلبنان في زمن الأمن والأمان ولبنان قادم على ثورة اقتصادية وعمرانية من بيروت إلى الجنوب ومن الجمال إلى الشمال ومن البقاع إلى الناقورة الأنظار تتجه إلى جسر البحرين بسبب حدث مهم سيدة عربية ستصبح رئيسة لمجلس الوزراء وستكون كلمتها نافذة عربية موادر حرب إقليمية تلوح في الأفق حادث إقليمي قد يشعل المنطقة حرب مقبلة واسعة وأطرافها من الكبار وفيها تركيا وسوريا والعراق وإسرائيل وإيران والسودان وأفغانستان والصومال والهند إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر